موسيقى أهلا بكم تغوص الميليشيات الرئيسة في العملية السياسية في صراع محتدم على القوة والنفوذ والموارد منذ عدة سنين وهي في مسار يتجه وبقوة نحو مواجهة عسكرية خطيرة وهي أي الميليشيات المدجدة بكل سلاح الدولة المواجهة الحالية تجري بين الميليشيات الأبرز والأخطر في العملية السياسية وهما ميليشيات الصدر وميليشيات الإطار الولائي تصاعدت هذه المواجهة بعد تبوء التيار الصدري المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي قاطعها 90% من الشعب العراقي وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة ويقول المراقبون أن هذه المواجهة ستعقد المشهد الميليشياوي الذي تستند إليه العملية السياسية خاصة بعد فشل محاولات إيران حتى الآن في رأب التصدعات السياسية بين أتباعها ذوي الأهمية الكبرى لها في إدامة فرض هيمنتها ونفوذها الذي تحقق لها بعد العام 2003 وخشيتها من أن تؤدي هذه المواجهة إلى تقويض هذا النفوذ بل قد يشكل ذلك فرصة مؤاتية للولايات المتحدة لتعزيز موقعها أو مواقعها في العراق على حساب انحسار الهيمنة الإيرانية المواجهة المسلحة المؤجلة بين ميليشيات العملية السياسية وقدرة أمريكا وإيران على إبعاد هذه المواجهة الحتمية هو ما سنفحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها التساؤلات التالية ما هي أسباب تأخر الانفجار المسلح حتى الآن بين ميليشيات العملية السياسية الطائفية في العراق؟ وهل تدحرج هذه المواجهة المسلحة بين ميليشيات العملية السياسية وبلوغ هذه النقطة الخطرة كان متوقعا أم إنه فاجأ الرأي العام العراقي والمراقبي؟ وهل ثمت التوظيف ما لهذا الصراع المتصاعد من قبل راعيين العملية السياسية الرئيسيين أمريكا وإيران في سياق مواجهتهم المحتدمة الآن؟ وما هي آفاق ومدايات هذا الصراع إذا انفجر وتأثيراته على وجود العملية السياسية ومصيرها وبقائها؟ وهل سيكون مقتل العملية السياسية في صراع أذرعها وأجنحتها الميليشيوية وقواها الطائفية؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاج التسريبات الصوتية لزعيم حزب الدعوة نور المالكي كشفت عن صراع مستعر بين أجنحة العملية السياسية وبغض النظر عن الإسفاث ومستوى الخطاب الهابط فإنها تخفي حربا دموية مؤجلة بين الميليشيات التي يمثل ساستها قطبي العملية السياسية بعد انتخابات عام 2018 بدأ الصدع في جسم العملية السياسية يتسع وطفت فضائح زعماء الأحزاب على السطح ويوما بعد آخر تتراكم الخلافات فيما بينهم حتى وصل الصراع إلى نقطة لا عودة يؤكد ذلك أن انتخابات عام 2021 مضى عليها قرابة عشرة أشهر تخللتها أحداث سياسية وأمنية كادت أن تعصف بالعملية السياسية ولم يستطع مشغل الأحزاب في الخارج أن يجمعوهم على طاولة واحدة لا حكومة جديدة ولا رئيس ولا برلمان يمارس أعماله بشكل اعتيادي التسريبات الصوتية للمالكي شكلت رأس جبل الجليد البارز من الصراع بين الأطراف لكن ثم تم يؤجل التحاكم إلى السلاح رغم أن الظروف مهيئة لذلك من ناحية التهديدات المتكررة بين الأطراف بزج الشارع في الصراع الرائعان الرسميان للعملية السياسية أمريكا وإيران لا يريدان انهيار المنظومة الحاكمة لأنها الضامن لبقاء العراق ضعيفا ممزقا وعرضة للاستباحة لذلك تعمل واشنطن وطهران على التهديئة بين ميليشيات الصدر وميليشيات الإطار التنسيقي وتضعان ثقلهما لضمان عدم حصول اقتتال بينهما رغم أن العملية السياسية باتت ميتة سريريا وتعيش على أجهزة الإنعاش الأمريكية والإيرانية وبعبارة أدق الواقع الحالي بين الميليشيات عبارة عن قنبلة موقوطة مآلها إلى انفجار ينسف العملية السياسية برمتها أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستفحث في المواجهة المسلحة المؤجلة بين ميليشيات العملية السياسية خاصة ميليشيات الصدر وميليشيات الإطار التنسيقي التابع لإيران وقدرة أمريكا وإيران طبعا على إبعاد هذه المواجهة الحتمية أو تأجيلها أو إلغاءها ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والبحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية أهلا وسهلا بيضيفين الكريمين حياكم الله نبدأ مع دكتور رافع دكتور واضح هناك مؤشرات كبيرة ملامح كبيرة على أن هذه المواجهة الآن السياسية الإعلامية التصفيات الفردية هنا وهناك بين أبرز الميليشيات في العملية السياسية الصدر والإطار التنسيقي أنها مؤجلة ما هي الأسباب الداخلية والخارجية لتأخر بلوغ هذه المواجهة نقطة التصادم المسلح وهذه الميليشيات كلها مدججة بأسلحة الدولة الثقيلة وغير الثقيلة بسم الله الرحمن الرحيم أولا نحييك أستاذ ماجز وحيي ضيفك الكريم أهلا دكتور الدكتور قحطان الحقيقة هذه المواجهة لم تكن مؤجلة اليوم هي مؤجلة منذ تأسيس العملية السياسية منذ قامة العملية السياسية من قبل المحتل الأمريكي هذه القوى التي ألفت العملية السياسية وألفت حكوماتها فيما بعد كلها عندما تنظر إليها عندما تنظر إلى توجهاتها أفكارها تبعيتها ورؤيتها للعراق تجد أنها مجموعة من قوى لا تمتلك فكرة عراقية لا تمتلك برنامجا لإحياء العراق للنهوض بالعراق بالعكس تمتلك ميليشيات تمتلك قوى تمتلك فكر تآمري على العراق وليس على غيره تمتلك أيادي تسرق وتقتل وتنهب بالعراق ومن البداية العملية السياسية مصممة على الصراعات الداخلية مصممة على الاستحوال على أكبر مساحة دفع كل قوى من قوى العملية السياسية كل حزب ما يسمى حزب وهي سمى حزب جزافا يعني نسميها حزابا وهي جزافا نسميها حزابا هذه المجاميع كلها تسعى إلى أن توسع مساحتها توسع مكاسبها لحساب أولا لحساباتها الشخصية ولحسابات الضابط الأساسي الخارجي اللي هو إيران أو أمريكا وبالتالي هي إيران بالمحصلة النهائية هذه الأحزاب هكذا فالصراعات من البداية كانت موجلة كانت تستعر لكنها كانت تحت السطح هذا سطح السفينة المكشوف كان لا يظهر كل ما في الغاطس من السفينة الغاطس من السفينة هو الأكبر وهو فيه الصراعات فيه التصفيات هذه كانت منذ عام 2003 وما بعدها هناك تصفيات هناك اتهامات هناك تسجيلات هناك مواقف لكل طرف ضد طرف الآخر وبالتالي ما وصلوا إليه اليوم ما نشاهده اليوم كان جدا متوقع وربما تأخر كثيرا ربما تأخر والتأخر هذا يعود إلى الضابط إيران كانت تضغط دائما بقواهها بقدراتها تمنع هذا الاستدام نناقش نقطة أن هذا الصراع عفو هذا الصراع والمواجهة متوقعة أم أنه فاجأ الرأي العام والمراقبين وأنه على الأقل بهذه الحدة بهذه الشراسة نرحب بضيفنا دكتور قحطان الخفاجي دكتور مساء الخير مساء الخيرات والبركات عليك وعلى الضيف وعلى الجمهور الكريم دكتور هذا الصراع الآن مؤجل أم أن الحقيقة بوادره القوية قد بدأت إرهاصاته بدأت منذ عدة زمن الآن في ذروة المواجهة السياسية بين أبرز الميليشيات بالعملية السياسية هناك إرهاصات لهذه المواجهة هناك ما يسمى بعض الأصابع بين الطرفين هناك تصفيات بينية لعناصر وقارة الميليشيات تجري بشكل يومي مؤجلة أم أن بوادرها قد بدأت هذه المواجهة أكررت الحابة أخي العزيز نقول بشكل عام كاستراتيجية الصراع بشكل عام بين الدول هي تأخذ أشكال للصراع بدءا من عمليات الدوليماسية وتعقد الأمور وحصار اقتصادي ومواقف معينة ثم عندما تعقد الأمور أكثر فأكثر تذهب باتجاه المصادمة العسكرية وبالتالي المصادمة العسكرية بشكل عام في الصراعات تكون بالنتيجة أو بالطبيعته آخر أدوات التي تستخدم باعتبار أن عملية لي الضراع وعملية الضغط قد لم تأتي أكلها بطريقة دوليماسية وتضطر أطراف المعنية إلى الذهاب إلى القوة العسكرية نحن نعتقد في العراق لا يختلف هذا عن هذا الاتجاه العام ولكن الذي نشير له ونتابعه هو من خلال طبيعة الصراع القائم بين أمريكا وبين إيران باعتبار هما الأطراف الأساسية التي تتصارع في الداخل والقوة السياسية العراقية هي بياذق لهذا الصراع نعتقد أن الأمر تأجل لأن الأمر كان فيما مضى حالة طبيعية جدا وليس تقاطعات كثيرة في الموضوع لذلك نرى لذلك نقرأ الأمور على أن عملية الصراع البيني الاقتصادي الضغوطات الأخرى أو شكت أن لا تأتي بثمارها لذلك نعتقد أن الآن بدأت بوادر إلى استخدام القوة والقوة هي بالتأكيد موجودة كما تفضل استاندر الفاضل هناك فصائل مسلحة وهناك أسلحة كثيرة متنوعة ولعل التسريب الذي ظهر عبر وسائل الاجتماعي التوصي الاجتماعي إلى مالكية الذي يقال أن هناك دبابات وصواريخ وطائرات وهناك مصانع خاصة للصواريخ محلية إذن استعداد الحرب هو قائم من الأول وحدة ذهبوا أولا إلى الحوارات وإلى اللو الزراع وإلى بعض المسميات وإخداع الناس إلى حد المعين أعتقد هذه كلها فشلت لذلك هم الآن على اعتاب انطلاقة جديدة لصفحة جديدة للصراع قوامها القوة العسكرية ونبه ونوه عنها ذلك كل أطراف السياسية دون استثناء ذلك نعتقد أن بوادر استخدام السلاح قريبة ولكن يبقى أمر استخدام السلاح متعلق بقرار واشنطن وطخران وهذه نقطة مهمة هذه القوة السياسية من فدر يسألها هذه أريد أسألك عنها هذه نقطة التصادم التصادم العسكري هل قد يعني قد تصل الأمور إلى نقطة مواجهة عسكرية أم أن الأمور يراد لها أن تبقى في إطار المناكفات السياسية المناوشات السياسية سفك دماء هنا وهناك هكذا الأمور يراد له من قبل قوتي الاحتلال في العراق أمريكا وإيران هذا هو المطلوب أن تبقى ضمن هذه الدائرة حتى لا تنفلت الأمور هذا هو المطلوب لوقت الحاضر لإظهار جزء من القوة جزء من احتمالات استخدام القوة هذا صيغة طبيعية لتصاعد الصراع حتى يصل إلى التصادم وللمعركة بمعنى أن التحذير والتخويف والتهويل وإبراز العضلات هذه صيغة موجودة ولكن نحن نعتقد أنا كمتابعين أن أمريكا أدركت لابد أن يكون احتواء لعناصر الفصائل الولائية في العراق سبيلا لإحتواء إيران في العراق سبيلا لإحتواء إيران في الدقليم دكتور من الذي يحتوي هذه الفصائل في رأينا أو هذا الذي نقوله في قناة عثلين أن أمريكا أدركت أن الصراع يجب أن يكون بالضد النوعي أي بمعنى أن القوة التي لها طابع الشيعي القريبة إلى حد المعينة ومخالفها مع إيران هي التي تتقاتل فيما بينها لمغانم آنية أو لتوجهات خارجية وبالتالي أعتقد سيدفع بالصدر إلى الاقتتال مع الفصائل الولائية الأخرى لكي لا يعطي مجال للولائيين على أنهم يفسروا الصراع هو أمريكي إيراني بقدر ما هو أو سني شيعي أو بعثي شيعي لأن الذي يخاصمهم ويقاتلهم هو مناء جلدتهم لذلك نعتقد أن أمريكا أول وضع العام سيدفع باتجاه استخدامه ضد النوع وهي الفصائل التابعة إلى الصدر ضد الفصائل الولائية زائدا القوة العسكرية العراقية الرسمية باعتبارها رسمية وهناك تناغم ما بين الصدر وبين كاظمي وبالتالي يعتقد الأمر يدهب بهذا الاتجاه نعم دكتور رافع أنت شرت قبل سؤالنا لدكتور قحطان إلى قضية أن هذا الصراع كان متوقعا أم أنه كان مفاجئا هذا الصراع تدحرج مثل كرة النار وصلنا إلى هذه النقطة الآن اتهامات في تسجيبات اتهامات بالخيانة اتهامات بالجبن اتهامات بسحق الخصوم الذين كانوا حلفاء في البيت الطائف في فترة وبلوغ هذه النقطة الخطرة الحقيقة كان متوقعا أن تصل إلى هذه النقطة أنفاجأ الجميع هناك صراع هناك مواجهات هناك أزمات لكن أن تصل إلى هذه النقطة من المفارقة ومن الفرز الحقيقة بخندقين مفاجئ أم كان متوقعا استنادا إلى مجريات أمور الأمور بالعراق سيد ماجد بالحسابات الرياضية الطبيعية يعني حسابات واحد زاد واحد يساوي اثنين نعم كانت إيران تنظر إلى ما يحدث على الساحة العراقية لن يتعدى قدرتها على السيطرة عليه أبدا واستبقى المعادلة مضبوطة أو محكمة الضبط من قبلها في أي لحظة وهذا ما يحصل حقيقة ما حصل طوال هذه السنوات هي تعرف أن تصميم العملية السياسية فيه بيئة بيئة مشجعة على الصراعات بيئة مشجعة على الاندفاع باتجاهات مختلفة توسيع المساحات من قبل كل هذه القوى والمجامع فبالتالي لابد أن يصطدموا بالمجامع الأخرى لكي يسيطروا هذه تركة كبيرة ثروة كبيرة في العراق جزء من عدها كبير يذهب إلى إيران وجزء الآخر يذهب إلى هؤلاء الذين يحكمون فبالتالي يجب السيطرة عليه يجب السيطرة على الموارد هذا الموضوع قد يضبط ويبقى في هذا إطار اللي تحدثنا عنه من المعادلة الرياضية الطبيعية واحد زائد واحد يساوي اثنين اللي لم تكن إيران قد دخلت في يعني نفق آخر نفق ال ال الاتفاق النووي مع أمريكا منذ عام 2015 دخلت في هذا الموضوع يعني صار الاتفاق لكن مجيء ترام رفض هذا الاتفاق أدخل إيران في في صراع آخر صراع كان ممكن أن يكون مؤجلا ويستمر التخادم الإيراني الأمريكي في العراق إلى مرحلة كبيرة الآن التخادم موجود حتى في ظل هذا الصراع الذي يبدو الحديث عنه كبير لكن هناك تخادم أمريكي إيراني في العراق كان ممكن أن يستمر في طريقة تبقى إيران الضابط الرئيسي لهذا الصراع أن لا يصل إلى المرحلة التي وصل إليها مثل ما وصفته وانت بكرة الثلج التي كبرت ووصلنا إلى هذا الحد كرة نار وثلج الآن نعم كرة نار الآن وصلت إلى هذا الحد لأنه إيران مضغوطة إيران في وضع ليس طبيعي أبدا غير طبيعي والعراق ورقة في كل هذا الصراع ورقة يمكن استخدمها يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي في هذا الصراع وهذا الصراع يعني العراق يعني سيدفع الثمن وسيكون ساحل الصراع وهو مثل ما يقال ليس له يعني لا ناقة ولا بعير فيه كان ممكن أن يتجنب كل هذا ولا يكون تابعا لإيران لكن وجود هذه الفصائل وجود هذه الميليشيات موجودة في العراق كلها تابعة إلى إيران وتخدم إيران تخدم السياسة الإيرانية لذلك الآن قد ينفلت الوضع بدون قدرة الضابط على أمساكه وكرة النار التي شبهتها أنت قد تنفجر في أي لحظة وتتشظى على الجميع وقد قد يصل الصراع بينهم إلى نتحدث عن الحقيقة يعني ضابط إيراني هش وضعيف ليس كما كان سابقا ولذلك الأمور وصلت إلى هذه النقطة بين أبرز حلفاء إيران في العملية السياسية نعم هذا صحيح هذا صحيح لكن هذا أيضا يعني هذا الوضع ممكن نتغير من يحكم في هذا من يحكم يعني الفاصل في هذا الموضوع هو الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي إذا ما صار اتفاقا أمريكيا إيرانيا في هذا الموضوع ستكون الورقة العراقية قابلة للنقاش والتفاوض بين إيران وأمريكا ويرجع التخادم بشكل أو بآخر ويمكن لم التفاهمات ولن يؤدي إلى الصراح هذا يؤدي إلى هذا الاستدامة الذي نتوقعه ومتوقعه لكن المؤشرات تشي باتجاه أنه التوافق الأمريكي الإيراني على البرنامج يبدو لحد الآن ليس هناك من المؤشرات إيجابية أنا لا أعرف لا أستطيع أن أحسن في هذا الموضوع لأن إيران سياستها سياسة ديماغوجية سياسة سياسة يعني انتهازية الحقيقة ودائما ونعود إلى مرة أخرى للحرب العراقية الإيرانية ثمان سنوات قاتل العراق إيران وكانت ترفض من السنة الثانية للحرب من عام 1981 صدور قرار إيقاف إيقاف إطلاق النار والجلوس إلى المفاوضات كانت ترفض وقبلت بي بعد ذلك بسبع سنوات عام 1988 عندما أجبرت عندما حست أنها ستخسر إيران كلها أجبرت وقال خميني قولة الشهيرة ستجرع الصم وعمل في إيران ممكن سياساتها ممكن أن تقبل كل شيء لكن هذه المرة إذا ما قبلت إيران هل ستبقى إيران بهذه القوة أم ستكون نمرا بلا أسنان نمر على الورق لأن قوة إيران الآن في ميليشياتها وهذه يمكن معالجتها وفي قوتها النووية هي ذاهبة إلى أن تكون عضوا في النادي النووي وتحكم المنطقة وتستطيع أن تتحكم بالمنطقة ولها قدرة ويعتبرونها قوة إقليمية قادرة أن تثبت نفسها وقادرة أن تتحكم في المنطقة كلها هذه المنطقة ربما بعد التفاهمات مع دول المنطقة ربما ترفض هذا الموضوع أمريكا شجعت إيران في هذا الاتجاه لكي تستفيد وتصل إلى مراحل من سلب الآخرين أو ابتزاز الآخرين هذه حقيقة لكن لحد الآن هذه النقطة لا تستطيع الحكم فيها هل إيران ستنصاع لكل المؤشرات الآن تشير إلى أنه ربما مثل ما حضرتك تقول الاتفاق هذا النووي لن يمضي في طريقة وسيتوقف وبالتالي ستكون القضية منفلتة وهناك صراع سيحتدم وهذا الصراع وطبعا في الأول والأخير أنا أقول لك يعني لا أمريكا ولا دول العالم يهمها الشعب العراقي ولا يهمها ما يحصل على صحة العراق الحقيقة ما يهمهم هو أن تكون مصالحهم مؤمنة ما يهمهم أن بالتالي تكسب النظرية يكسب هذا النموذج اللي يصنعه دكتور قبل أن نذهب إلى الفاصل الموجود الآن بالعراق على خلفية الحديث عن اتفاق نووي أمريكي إيراني أو عدم اتفاق العملية السياسية ليس كلها تابعة لإيران حتى إيران تفجر الوضع في العراق عبر ذرعها الحقيقة العملية السياسية تتناصفها أمريكا وإيران هل إيران قادر على إشعال الوضع في العراق إذا ما وصلت الأمور إلى الجدار مع أمريكا طيب الآخرين وحلفاء أمريكا أنا لا أعتقد أنه يتناصفون لأنه أنت بالحسابات الرياضية البسيطة نعم أنت تحسب القوى العملية السياسية هذه القوى والأحزاب لمن غالبيتها غالبيتها لإيران أما القوى الأخرى فهي منظوية تحت المظلة الإيرانية خوفا من الإيرانيين أو انتهازية منهم وأنا أتكلمها أنا أقول لك حتى القوى السنية القوى السنية ما كان تحطى بكراسي هذه لم تكن ولاها لإيران هذا واقع لما كان هناك عملية انسجام ووئام بين أمريكا وإيران لكن عند هذا التنافر أو التصادم هل سيبقى يعني هذا انتهازية سياسية هل سيبقى هؤلاء على نفس النهج هذا ما هذا الذي لا يمكن أن نتوقعه الآن ولا يمكن أن نحكم به ونقول أنه سيبقون أو سيغادرون هذه المواقع هو الصراع الآن يبدو في كل مقاوماته كل 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 مستلزماته الآن موجودة على الساحة والصراع في أي لحظة ممكن ينفجر قد ينفجر في أي لحظة يعني قد يستخدم أي طرف من الأطراف السلاع ويرد عليه الطرف الآخر لكن هذا هل سيتوسع ويشمل الجميع هنا هنا يبدو الضابط هل قادر على أن يخمد أي صراع صغير حيث لا يتوسع ويكون صراعا كبيرا لا يمكن السيطرة عليه هذا الهنال لحد الآن غير مفهوم لكن يبقى يبقى القول ربما في سؤال آخر ونتحدث عنه يبقى القول الفصل للشعب العراقي ليس لهذه الفصائف نتحدث عنه فقط نستأذن من المشاهدين الكرام ومن الضيفين أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن الصراع المسلح الحتمي والمؤجل بين ميليشيات العملية السياسية وقدرة راعيين العملية السياسية على لجم هذا الصراع أو إبعاد شبحه بعد الفاصل نعود بقوا معنا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في الصراع الحتمي لكنه مؤجل بين أطراف العملية السياسية أو ميليشيات العملية السياسية في العراق وقدرة راعيين العملية السياسية أمريكا وإيران على لجم هذا الصراع ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي دكتور قحطان هل من الممكن أن القوة العسكرية الأبرز في هذا الصراع في العراق الآن ميليشيات الحشد ممكن أن تمضي باتجاه انقلاب عسكري وإذاعة بيان رقم ماحد ومحو ومسح وسحق الطرف الآخر في العملية السياسية ميليشي الصدر وإنهاء وحسم هذا الصراع لصالحها خاصة وأن وراءها إيران وربما حتى أمريكا ربما إذا ما وجدت الأمور بهذا الاتجاه ستغض الطرف وتتعامل مع ميليشي الحشد وأنت تحدثت عن عملية احتواء أمريكي لهذه الميليشيات هذا السيناريو تعتقد متوقع قائم محتمل متخيل صراحة لا أعتقد أن هذا السيناريو محتمل لماذا؟ لأن إيران في صراعها مع أمريكا تسعى لأن تجعل دلالاتها العملية في ساحة عراقية على أنه صراع أمريكي عفل إيراني أمريكي وإيراني صهيوني وإيراني بعثي وبالتالي إذا ما ذهبت هذه المجاميع الموالي لإيران إلى انقلاب عسكري داخل العملية السياسية ستكون هي في اتجاه آخر مغاير بمعنى أنها خارج طبيعة التي فرتها الأمم أو المجتمع الدولي في العراق العملية السياسية هي إرادة دولية في العراق وبالتالي أي عملية بهذا الحجم ضد العملية السياسية عسكرية مدعوم من قبل إيران والولائيين تفسح المجال أمام المجتمع الدولي لأن يلملم حالة ويشد الرحال يعني هذه مغامرة أو مجازة في إيران لن تقدم عليها لن تقدم عليها لن تقدم عليها بضبط ولكن نتوقع أن تسعى إلى هي أن تسعى أن تجبر جمسرايا السلام أو أي قوة أخرى هي اللي يكون بادئة إلى الحراك حتى تكون عنها يترد ثم تسعى لأن تجعله بدلالات دكتور قعطان اسمحني خلينا ذكرك بما ورد في أحد التسجيلات المسربة للمالكي قال أنه قد أسس الحشد الشعبي ليكون على غرار أو نموذج الحرس الثوري الإيراني هل تعتقد أن هذا التأسيس للحشد كان لمواجهة الإرهاب أم للاستحواذ على الدولة العراقية على غرار استحواذ الحرس الثوري الإيراني على كل الدولة الإيرانية وبالتالي فالذي ليس في إطار الحشد هو عدو سيحارب والذي في إطار الحشد هو الوطني والعراقي الأصيل لكي نكون دقيقين جدا وفق المعطيات الواقعية كان العراق في ضرب حرد جدا داعش الشرب والكفر هاي من على ستة أرباع عراق إذا عفوا ثلثة وباتجاه الأوسع كان ظروف إلى حد المعينة تبرر ظهور هكذا فتوى ولكن إن الخلل أقصد أقصد دكتور اسمعني أقصد أراد للحشد أن يكون على غرار الحرس الثوري الإيراني أنا سأتيك في الكلام أهم استثمروا هذه الفتوى لأسبابها الخاصة فجعلوها كذلك والدليل أن فصائل مسلحة أسستها إيران دخلت في هذا الحشب كجماعة بدر وسواها إذن نحن عملية استثمار أو استغلال أو توظيف شلبي لهذه الفتوى برغبة وبدس وبمكر فارسي بهذه العملية والآن الفصائل الأولائية معا هي فصائل تابعة إلى فيلق القدس مئة في المئة والإصرار على بقائها رغم انتهاء أسباب الفتوى وضور التكوين جيش عراقي يقوم بهذه المهمة والإصرار على أبقاء الميليشيات والأولائية هو دليل على أنهم أرادوا أن يبقوا هذا استغلوا الفتوى والآن حريصين على بقائها من أجل خدمتهم والآن نعم هذه الفصائل تؤتمر بأمر فيلق القدس وليس بأمر أي جهة أو خلف العراق نعم دكتور رافعان عندي سؤال بس قبل السؤال عندك ربما ملاحظة أو تعقيم أنا عندي تعقيم على كلام نعم يعني هل هي الظروف استغلت لإصدار الفتوى هل سؤال يعني هل هي ظروف أنشئت لكي تدفع لإصدار فتوى معينة أم أن الفتوى استغلت بطريقة أخرى هو هذا السؤال أنا أعتقد أن الظروف استغلت لإصدار الفتوى يعني هي الظروف معينة لإصدار فتوى مثل هذه لكي يكون هناك ما يسمى بالحشد هذه الميليشيات استغلال آخر لتوظيف آخر نعم يعني هكذا لأن أنت بالنتيجة يجب أن تتكلم بشكل منطقي وأنا أقول بهذا الشكل أنت لديك أكثر من مليون ونص مقاتل من العسكر والقوى الأمنية أنت تتحدث الدولة تتحدث إذا كانت هناك دولة لكن الحكومات تتحدث يقولون لدينا هلقت فرق فرق السابع أربع فرق في الموصل وما أعرف شنو والتسليح أمريكي والتدريب أمريكي والقوى والسيطرة أمريكية وأقمار صناعية وما أعرف كل هذا متوفر كل هذا متوفر وأنت تخسر يعني فرق عسكرية تهرب أما هذا ما ذو تسمي بانسحاب مشبوه هذا مرتب كان هناك مرتب وصولا إلى نتيجة لكي تصدر فتوى نعم وهذه الفتوى معدة سابقا لكي تدخل بهذه الميليشيات وتقول نحن حماة العراق ونحن حماة عرافكم وشرفكم ومدنكم هذا الذي حدث والحقيقة من قاتل ومن دمر هي أمريكا التي كانت يعني هي الغطاء الرئيسي لكل هذه الميليشيات والميليشيات لم تكن تتحرك بهذه الطريقة لو لا الوجود الأمريكي فأمريكا بأقمارها الصناعية بأجهزة مراقبتها بكل قواها التجسسية كانت تعرف بوصولها والأرض المحروقة في المحافظات وعدد الذين دخلوا من داعش أعداد قليلة لا يمكن قبول أن تخسر أمامها فرق كاملة عسكرية مدربة بالطريقة التي كانوا يقولون عنها يودهم للأردن وودهم معرفين وودهم ما أدري بريطانيا ويدربوهم وقوة ويومية خاب صين وثلاثة أرباع الميزانية العراقية تصرف على تمويل الجيش الأرواب بالتالي دكتور أنت أشرت إلى عملية توظيف لأمريكا وإيران لهذا الصراع الموجود الآن المحتدم هذا الصراع سواء كان مفتعل أو أنه حقيقي بين ميليشيات العملية السياسية الآن توظيف لهذا الصراع من قبل القوتين الرئيسيتين المهيمنتين في العراق أمريكا وإيران بعد حقبة من التخادم والوئام والانسجام والتنسيب بتفصيل أكثر كيف سيوظف كل منهما هذا الصراع هذه الميليشيات في صراعهم القائم لحد الآن أمريكا وإيران على خلفية البرنامج النووي وقضايا إقليمية مطروحة الآن في المنطقة أولا هو صراعهم يعني صراع حقيقي هو ليس صراع أمريكا وإيران نعم هو حتى صراع دع أمريكا وإيران كصراع قوى عصابات تريد أن تزيد من مكاسبها وتزيد من مساحة التي تسيطر عليها صراع منطقي جدا هي القوى العصابية قوى ميليشياوية تتحكم بالساحة تحكم بالحكم ثروات وقدرات وعلاقات اقتصادية ومكاتب اقتصادية وثروات هائلة ومتاجرة بكل شيء كيف يمكن لهذه القوى أن تستوعب كل هذا وتكون أمينة مع القوى الأخرى أولا هذه كل القوى لا تربطها عقيدة واحدة عقيدة وطنية واحدة يربطها برنامج واحد للعمل لا لكل من برنامجه واش قد تستطيع أن تكسب اكسب وهذا ما برهنت علي التسريبات وهذا واقع الحال وهذه التسريبات غير دليل على ذلك أنه الكل لديه أفكار معينة والتوجهات معينة والكل يحمل الضغاء من البداية على الطرف الآخر ولو نعود للبدايات وأنا أقول ربما علينا أن نقول جدا أن الصراع بادي هو الصراع يعني ليس مؤجلا يعني هذه الاختيالات بوادر وإرهاصات قائمة نعم هناك تحت السطح هذا في الغاطس منها هناك كثير مما يجري هناك دفع وهناك قتل وهناك دماء تجري لكن لا أحد يدري لم تكشف على السطح الآن بدأت البوادر تدفع بها إلى السطح على السطح سيكون الصراع دامي الحقيقة دامي بينهم لأنه يعني خلاص أنت ستصطدم مع كتلة ستصطدم مع كتلة أخرى سؤالي عن توظيف القوتين أمريكا وإيران لهذا الصراع كيف ستستفيد منه كيف ستشعله كيف سيعمل كل طرف على إزاحة الطرف الآخر هذا ما نقول عنه مؤجل لأنه يرتبط باتفاقية نووية إذا ما وقعت هذه الاتفاقية ستوقع عليها هناك شروط فيها هذه الاتفاقية نووية هل ليست اتفاقية نووية بالشكل الذي الذي نعتبر لنفترض أن الاتفاق لم يوقع لم يوقع سيوظف كل طرف هذا الطرف وهذا الطرف للصراع لأنه لم يبقى شيء باليد هناك كل طرف يريد أن يضغط على الطرف الآخر للعودة إلى الاتفاق إما الأمريكان يضغطون على الإيران للعودة للاتفاق لأنه ستخسرون العراق وهذا ساحتكم الكبيرة وإما إيران ستضغط على أمريكا لأنها ستخسر العراق هذا النموذج الذي صنعته وعليها أن تقبل بالشروط الإيرانية هنا هذا المؤجل المؤجل هذا قد في أي لحظة يعني يفلط من الأيدي ويهرب ويذهب باتجاه لأنه كل الأطراف هذه محتقنة كل هذه الأطراف لديها خسائر كل هذه تحسب حساباته اللي لم تقف على الساحة بقوة وبالسلاح وبالقدرة على دفع الطرف الآخر ستخسر كل شيء لأنه كل هذه الأطراف لا تريد أن تتوافق على منطق معين تتقاسم شيء لا تريد خسارة صفرية للطرف الآخر يعني نحن من نحكم والآخر لذلك عندما انسحب الصدر من العملية السياسية ماذا قالوا الطرف التنسيق الآخر لهذه المجامية ماذا قالوا قالوا سنشكل هذه الحكومة ونحن قادرين على أن نشكل هذه الحكومة والطرف الآخر يعني إذا يريد يشارك إحنا يعني ما نمنع لكن بنظرتنا بتوجهاتنا برؤيتنا هذا الوضع وضع باجتثاث وهم يعني متعودين على فكرة الاجتثاث هذا الوضع يعني دكتور قحطان أيضا نفس السؤال ما الذي يملكه كل طرف من أطراف من راعي العملية السياسية أمريكا وإيران من أدوات من أوراق ضغط لتوظيفة لاستثمار في هذا الصراع بين أطراف العملية السياسية ذات الولاء المزدوج إيراني وأمريكي كل قوى العملية السياسية بلا شك لهم ارتباط طبيعية ولا صداقة تحالف مع إيران وأمريكا كيف سيوظف هذان المتصارعان الدولي والإقليمي هذا الصراع للإيقاع لإيذاء لتزديد ضرب للطرف الآخر في العراق واضح أن العراق يعني ساحة ملعب ملعب للعب في العراق المؤشر الأكثر دلالة على احتدام الصراع أو تراجعة هو حجم الفاعلية الإيرانية في العراق ومنه ينطلق الفاعلية الأقليمية ومنها إلى دعم الروسي الصيني الذي تخشى أمريكا بإعتبار الصراح هو دولة أكثر منه أقليمي لذلك إيران تحاول جد الإمكان على الساحة العراقية أن تؤمن بقائها وفاعليتها وتأثيرها على القرار السياسي والأمن العراقي بالجهة الأخرى الإيرانية أمريكية تسعى إلى تحجيم هذا طالما بقيت إيران تدعم الاتجاه الروسي الصيني كذلك لذلك نعتقد أن إيران أن أمريكا ستحجم هذا الدور الإيراني سبيلا لتحجيم دورها الإقليمي لإيران لذلك إيران تحاول جد الإمكان أن تجعل الصراع في داخل العراق وليس خرج العراق الصراع بالتأكيد كما قلنا قبل قليل يأخذ درجات فأمريكا الآن ما زالت تحت يدها الورقة الاقتصادية تحت الورقة يدها أيضا عملية توجيه الجانب العراقي لتقليل الاعتمادية على الجانب الإيراني ومن اتفاق الشكل الأول للكهرباء من الخليج العربي هو تقليل الاستخدام أو الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني والطاقة الإيرانية إذن عملية تحجيم إيران هذا الورقة الاقتصادية التي تستخدمها أمريكا ضد إيران إذا جاءت نتائجها وأكلها واستسلمت إيران إلى إيرادة الأمريكية الأمور تستب وتخرج الأمور بمخرج آخر والحرب تلغى في داخل العراق ولكن عندما لا تأتي هذه الأمور أكلها وتبقى إيران في التضادد أعتقد تذهب إيران إلى الاعتداء أكثر أو إلى التحرش بمواقع العراق طب قليل قال السادة العزيز رافع أن إيران لها قدرة أوسع في العراق أقول لا هناك أيضا في الجانب الأمريكي له قواعد عسكرية له تحالف استراتيجي مع العراق له زعامة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في المنطقة له فعل أساسي في تكوين العملية السياسية كلها أوراق ضغطة بالتأكيد وفاعلها إذن هو عملية الصراع متى ما أتى الضغوطات والسياسية والدبلوماسية أكلها يستبعد الجانب العسكري ولكن عندما لا ترتي هذه أكلها تستخدم كل طرف أدواتها لكي يقوم بضد الآخر إيران كما قلنا لساءة أو التحرش أو استهداق مراكز ومصالح أمريكية وأمريكا زيادة الضغوطات الاقتصادية وما سواها على الجانب الإيراني في إيران وفي داخل إيران دكتور رافع هذا الصراع إذا ما تدحرج وصل إلى نقطة المواجهة المسلحة وكل مؤشرات تقول أنه يعني ماضن بهذا الاتجاه لكن مواجه لأسباب لأسباب داخلية وخارجية يتعلق بأمريكا وإيران إلى أي حد هذا الصراع عندما يتنامى يتفاقم يتصاعد سيضعف من العملية السياسية يصيبها بشيء من الاستنزاف من الإنهاك بعدم القدرة على الحيوية أو على النشاط الذي كانت عليه في بداية تأسيسها هذه الصراعات كلها تأكل من جرفها من رصيدها إن كان لها طبعا رصيد هو واحد من الأسباب التي تؤجل هذا الصراع هو الخوف على العملية السياسية لأنه إذا ما احتدم هذا الصراع ستغير اللعبة ستغير شكل العملية السياسية يجب أن تتغير لأنه اللاعبين الأساسيين في هذه العملية السياسية سيكونوا مشتركين في صراع ما الفرق بين عملية سياسية ميتة وبين عملية سياسية كسيحة يعني الحقيقة لا تقوى حتى الآن حتى نفس ما بيها هذا هذا يقبلونه به وهي كسيحة وفي نفس ما بيها وجثة لكن موجودة موجودة تحدثون عنها لكن أن تكون ميتة وتدفن هذا شكل آخر سأقول لك شيئا يعني عندما يحتدم الصراع حقيقي عندما يعني جاء على ذكر الآن أخي وصديقي الدكتور قحطان قبل قليل قال عن الربط الخليجي للكهرباء نعم إذا ما وصل الحد للصراع بين القوى في العملية السياسية وسط القطيعة بين أمريكا وإيران للحد اللي يعني تقف به تخادمهم يقف به تخادمهم وأمريكا مثل ما تقول ستضغط بوسائل اقتصادية وسياسية على إيران طيب وسيكون البديل واحد من البدائل اللي موجودة أنه يقللون الاعتماد على إيران الغاز الإيراني وال يعني النفط الإيراني أو الوقود الإيراني ويكون هناك ربط خليجي طيب ما هذا الربط الخليجي يعني مو بالهواء لا أحد يراه هذا له محطات له كابلات ويتحتاج إلى حماية من يحميها إذا كانت الميليشيات الولائية موجودة في العراق إذن خاصة ولكم تفجير أبراج الطاقة جرت نعم هم يهددون هذا غير ممكن لأنه هذا يؤثر على اقتصاد إيران ويقلل الاعتماد إلى إيران فيهجب انقطعه ووقفه وهم يهددون لا نريد هذا طيب وهذا جزء من أدوات الصراع بين أمريكا وإيراني نعم ماذا ستفعل إذن سيكون الصراع للتخلص من هذه الميليشيات الولائية لكي تؤمن هذه المحطات تؤمن الكابلات تؤمن الاتصال تؤمن الكهرباء واصل العراق وتؤمن أن هناك سيل من المواد والفوائد بعيدة عن إيران والسوق العراقي تفتح غير فتحة أخرى يجب أن تغلق من يستطيع إغلاقها يجب أن تنهي من يستطيع إغلاقها من يستطيع إغلاقها هذه الميليشيات وهذه الميليشيات هائلة إذن يجب أن نال عودة إلى ميليشيات أخرى وقوى أخرى تقف بالضد من عده يعني أنا لا أتوقع في يوم من الأيام أن الجيش الأمريكي سيدخل في حرب مرة أخرى داخل العراق هذه دخلها وهو عرف نتيجتها وخسر خسائر كبيرة فيها بل يستخدم قوى محلية بالضد النوعي ما سمى الدكتور قحطان لمواجهة هذه إذن الصراع هذا الذي نتحدث عنه هذا جزء من المؤجل أنت تريد أن توقف إيران يجب أن تحمي الوسائل الأخرى التي تدخلها بديلا عن إيران يعني تغلق على إيران قدرتها على التحكم بالسوق العراقي كهرباء وماء ونفط وبضاع وكل هذا الذي يأتي عليها بالأموال ويساعد على استمرارها وبقاءها على أقدام أواقفه يجب أن تغلق كل هذا عندما تغلق كل هذا يجب أن تحمي من من تحمي تحمي من ميليشيات موجودة في العراق ولائية كبيرة قوى تابعة لإيران يجب أن توفر قوى تقبض ضد منها وتنهيها بشكل كامل تنهيها حتى تستقر هذه الأوضاع هذا ما نتحدث هذه الصورة لما يمكن أن يحدث إذا لم يحدث هذا التوافق دكتور قحطان العملية السياسية الحقيقة أفلتت نجت من كل التحديات التي واجهتها التحديات الوطنية مقاومة تظاهرات تظاهرات تشرين الأخيرة هل أصبح مقتل العملية السياسية فناءها عبر هذا الصراع المرير بين أذرعها بين ميليشياتها الرئيسية تعرف العملية السياسية الحقيقة قوامها وظهرها وجدارها في الميليشيات هذا الصراع الآن يستنزفها فالعملية السياسية الآن مقتلها الرئيس بهذا الصراع نعم حقيقة الأمر هو بحيث الشكل العام في هذا الصراع ولكن ما تابعنا الشروط التي عينت يوم أمس بصادة جمعة هي ذات الشروط التي أعلنها ثوار تشرين إذن هي حقيقة الأمر دلالة على أنها فشلت في المقاييس كافة أما التضحيات بين قوسيا التي تدفعها كل طرف هذه العملية السياسية بالتأكيد مدعوم من قبل أطراف الدولية ولكن نعود ونكرر أن العملية السياسية هي انعكاس للصراع الذي هو حقيقة بين أمريكا وبين إيران وبالتالي نعتقد أن هذه المجامع القائمة على شؤون الدولة العراقية في ظل الاحتلال هي قد أخفقت حتى في إدارة شؤونها الذاتية لأنها أثلست حتى من جمهورها التي تدعي الانتماء له وبالتالي هي أخفقت مضاعف وأساءت العملية السياسية وإساءت إلى من نصبها من القوة الخارجية في الداخل لذي كان في أحد المرات قلت لأحد الأشخاص الذين له علاقة في الجانب الإيراني قلت له إيران إذا انتصرت ستفكر أولا بيبعادكم عن المشهد لأنكم فشلتم في أن تكونوا عمال جيدين لإيران إذن نعم هذه عملية السياسية فشلت بسبب الأطماع الشخصية سوء للإدارة حياك الله شكرا دكتور أسف دكتور رافع بي دقيقتين هل يجب المراهنة والرهان على هذا الصراع للتخلص من هذا المشروع الطائفي لكن يبقى الرهان أيضا على القوى الشعبية الموجودة في العراق فلها الكلمة الفصل أو طلقة الرحمة الأخيرة لإنهاء هذا المشروع هو بالتأكيد يعني القوى الشعبية هي المراهن عليها هذه القوى مهما كان عددها فهي لا تمثل العراق كله الممثل العراق كله هو شعب العراق وشعب العراق حتى الطبقة التي يعني كانت بعيدة أو مؤمنة بثورة تشرين أو مؤمنة بأن الوضع يجب أن يتغير لكنها لا تشارك عليها أن تدرك الآن وأنا أتحدث عن موظفين عن طبقة كاملة هذه أن تدرك الآن أن هذه القوى التي تحكم العراق لا يمكن أن تحقق مصالحها نعم هي تعطيها رواتب الآن لكن لأي زمن ستعطيها الرواتب بالتالي سيقفون كل هذا وستتحدثون عنهم بلغة أخرى إذا ما سيطروا على العراق عليهم أن يتخلصوا ويعيدوا واللي عند وظيفة سيحافر على وظيفته اللي عند راتب سيحافر على راتبه الآن الحديث بلغة أخرى مع عدم سيطر الآن هناك لغة الميليشيات مع المجتمع لغة مهاجمة تخوينية اتهامية هذا وقع الحال هذا اللي لذلك لذلك نقول أنه من لم يقف مع ثورة التشرين في وقت من موظفين وغيرهم لأنهم هددوا لأنهم منعوا الآن يحسون بالخسارة لو كانوا وقفوا مع الثورة هذه التي قدمت ألف من الشباب الحلوين وثلاثين ألف من الجرحة ألف من الشهداء كان ممكن أن هذه الثورة تحقق شيء كبير وكان ممكن أن تغير وجه العراق باتجاه آخر هذا المعول عليه الشعب المعول عليه ليس هذه الميليشيات هذه الميليشيات ستتصارع أولاً وأخيراً ستتصارع لأنه لديها مكاسب هي لا تتصارع من أجل من أجل وطن من أجل شعب من أجل مبادئ من أجل برنامج يخدم العراقين من أجل العراق استقلاله وسيادته أبداً هي تتصارع من أجل مصالحها وتتصارع من أجل مصالح أطراف أخرى الضابط خارجي إقليمي أو دولي بالتالي الشعب العراقي تتصارع من أجل مصالحها من أجل حاضرة ومستقبله ومستقبل حاضر ومستقبل أجيال هذه هي الحقيقة شكراً للدكتور رافا الكاتب البحث السياسي وشكراً لضيفنا عبر اسكايب أستاذ علوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار ناقشت الصراع المسلح والمؤجل بين ميليشيات العملية السياسية وقدرة أطراف أو طرفي أو راعياء العملية السياسية على لجم هذا الصراع أو إبعاده حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة